ذكر البيت الأبيض أن وزارة الكاريغية الأمريكية على اتصال مباشر بالحكومة الروسية بشأن القبض على مراسل صحيفة وولستريت جورنل كما شدد على أن وزارة الكاريغية لا تزال تنصح المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها بمغادراتها على الفور من جانبه قال وزير الكاريغية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة قلق للغاية بسبب أنباء احتجاز روسيا لصحفية أمريكية وأضاف أن المسؤولين يتواصلون مع صحيفة وولستريت جورنل كما ندد بلينكين بالإجراءات الروسية ضد وسائل العلامة